السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يستهلك البصل كمدة خام منفصلة ويمكن أكله مطبوخا مع الأطعمة الأخرى يستخدم البصل في معظم الأطعمة بسبب المذاق اللذيذ الذي يعطيه للطعام يمكن أيضا استهلاك أوراقه يوجد العديد من أنواع البصل في الأسواق لكن الأفضل هو البصل الأحمر من المثير للاهتمام معرفة أنه في الماضي كان البصل يستخدم كطبق رئيسي تظهر بعض الوفائق أن عمال الأهرامات المصرية استخدموا البصل كغذاء رئيسي لهم البصل الأحمر نبات مفيد وله العديد من الفوائد التي لا يمكن تضمين كل هذه الفوائد بالكامل في فيديو واحد فوائد البصل الأحمر يحتوي البصل الأحمر النيء على كميات جيدة من حمد الفوليك والتي يمكن أن تساعد في البقايا من أمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني بالإضافة إلى ذلك فإن مركبات الفلافنويد والكيرسيتين الموجودة في البصل الأحمر تمنع تراكم الدهون حول الكبد بالإضافة إلى حماية الكبد من الدهون يساعد البصل الأحمر أيضا في تطهير الكبد وإزالة السموم منه البصل الأحمر غني بثاني كبريتيت الذي ينظف الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الشائعة تعمل الألياف والبروبيوتيك الموجودة في البصل الأحمر على تحسين حركات الأمهاء وبالتالي تساعد في علاج الإمساك أو الإسهال من أهم فوائد البصل الأحمر أنه يساعد في خفض نسبة السكر في الدم في الأوينة الأخيرة أجر الخبراء تجارب على الفئران المصاب بداء السكري والتي أظهرت نتائجها أن مستخلص البصل الأحمر يمكن أن ينظم ويخفض نسبة السكر في الدم الكيرسيتين هو أحد المركبات الموجودة في البصل الأحمر والتي يمكن أن يكون لها آثارا مفيدة للغاية في خفض نسبة السكر في الدم نقطة أخرى تم تحديدها في هذه التجارب هي أنه يجب تناول البصل الأحمر مع أدوية السكر ليكون له تأثيرات إيجابية على نسبة السكر في الدم من فوائد البصل الأحمر أنه يساعد في علاج نزلات البرد يحتوي البصل الأحمر على كمية غنية من السيلينيوم الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة لذلك فهو أفيد جدا للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وعلاجها يحتاج الشعر إلى مادة تسمى الكولاجين لينمو يحتوي البصل الأحمر على مركبات الكبريت التي تزيد من إنتاج الكولاجين وبالتالي فهي مناسبة جدا لنمو الشعر وتقويته وللتأثير على نمو الشعر يجب استخدام عصير البصل الأحمر كقناع يحتوي البصل الأحمر على فيتامينات ومضادات الأكسادة المفيدة جدا لبشرة الوجه البصل الأحمر غني بفيتامين A وفيتامين C وفيتامين E والكيرسيتين مما يؤخر عملية شيخوغة الجلد ويجعل البشر أكثر نضارة ونضارة أضرار البصل الأحمر يمتلك البصل الأحمر العديد من الفوائد لكن تجدر الإشارة إلى أنها ليست مناسبة للجميع يجب على النساء عدم استخدام البصل الأحمر النيء أثناء الرضاعة لأنه يجعل حليب المرجع كريهة رائحة وطعمه سيء ونتيجة لذلك لن يشرب الطفل الحليب بالإضافة إلى ذلك فإن تناول البصل الأحمر أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يسبب الانتفاخ مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته